هذا ما نقول على صاحبة الوطن اللي أصبحت أبشع مما حتى كانت التسعينات كانت تصب الزيت على النار. الآن أصبحت تكذب كبروباغندا بشعة لكن مع ذلك من حل آخر ينقولون أشياء كما هي يعني خاصة في قضايا المحاكمات أو جزء أساسي منها صحيح فأوش تقول هذه اللي ناقلة سليم أتلمساني زينب أبوش أسماء الحقيقي تقول بأن الأقضاء le procès d'appel de l'ancien patron de la sécurité intérieure, le général Wassini Bouazza s'est terminé très tard jeudi dernier avec la confirmation de peine de 16 ans de réclusion criminelle dont il a écopé en première instance ces coups acquisés ont quant à eux bénéficié de la réduction de peine voilà de réduction de peine واش دارو دعونا نقول الأحكام كما صدرت العقيد اللي مسمى العقيد سكندر وأسمه الحقيقي الآن هم يمدوا في أسمواتهم الحقيقية الآن وأسماه بن عزة سفيان وأيت عمارة ياسين ومعروف بياسين هذا ما غيرش اسمه بالمناسبة وهذا كثيرين يقولوا أنه ربما خطيئة أنه تخلى للمخابرات لأنه لا يصلح أن يكون ضابط مخابرات قالوا أن أخلاق عنده شوية أخلاق عنده مستوى إلى آخره لكن قالوا أنه خطيئته أنه انضمن للمخابرات المهم هذا العقيد أيت عمارة ياسين شايف دونتين دالجي للا سيكريتي انتيريير كان هو مسؤول عاصمة في الأمن الداخلي في الخبرات الداخلية ونتكلمه على 2019 هذا الكلام فإذا العقيد المدعو اسكندر والعقيد المدعو ياسين كلهما انتقل حكم من 15 سنة إلى 12 سنة داروا فيهم زيان أقصرهم ثلاث سنين أما الآخرين العقيد مصطفى لسناني المعروف باسم لطفي وكان يرأس السيرفيس جيديسيار هذا القضائي المصلحة القضائية داخل المخابرات هو الجنرال نبيل بن عزوز وهو أكس باترون دلد السياسة وهو المسؤول السابق على المخابرات العسكرية أو على المخابرات الدي سياسة العسكرية فانتقلت من 14 إلى 8 سنين ومن 10 إلى 8 سنين جنرال من 10 إلى 8 سنين والعقيد من 14 إلى 8 سنين نقصلهم شوية لكن بوعز زوسيلي ما نقصلوش ما نقصلوش وثبتوا عليه 18 سنة الغريب في الأمر هو الغريب في الأمر هو هذه أول مرة يقولها في معرف على الأقل يقولها بوعز زوسيلي بوعز زوسيلي قال باللي مش أنا اللي كنت حاب نحط ميهو بي بالمناسبة هما كانوا ينفون كل هذا القضية كانوا ما يتكلموش عليها وانا كنت كلمت عليها عشرات المرات تم الناس يتابعوني يعرفوا هذا الكلام في 2019 و2020 وحتى قلت كيفاش أنا لقيت صالح حطه في لزاري بعد ما كان حبي فوت بعد ما خرجت في قناة النهار يوم يوم 12 12 ديسمبر 2019 خرجوا في قناة النهار وقالوا أننا نذهب إلى دور ثاني بعض الجنيرالات يجروا وقلت صالح اللي كان مريض قالوا له راهوا أبو عز وسيني يريد تثبيت دور ثاني باش يمرر يمرر ميهوبي وانتا قل تبون القرار واشنو قال لهم لا تجب تبون وما فيش دور ثاني معناش الوقت معناش الجهد وما فيش دور ثاني أصلا وانا قل تبون لازم يمر تبون وهذا اللي مر وهذا اللي صرع لكن هذه المر وشيقول أبو عز وسيني العناصر اللي معاه لكن قال أنه مش هو القرار مش من عنده أنه قرار أن نضع أن نضع ميهوبي رئيسا للبلاد جاء من عند القيد صالح وأنه هو كان ينفذ في القرار طبعا هذا الكلام حتى الأطفال الصغار لا يصدقونه يا أبو عز وسيني لماذا رح نعلق على القرار هذا ثم نعود نرجع لتفاصيل أخرى لاختسار بسيط يعني لشكل كان حاكم لبلاد يومها من؟ كيت صالح خاصة بعض الإيطاحة ببطفليقة وبعد وضع السعيد ووضع توفيق وترطاق والوزح أنهم في الحبس ارتفعت شعبيته حتى عند بعض الحراكيين اللي صدقوا أنه سيحدث تغيير أو البعض اللي قال لك أوكي على الأقل شفنا ترطاق وتوفيق في الحبس وكان اللي يعجبهم لأن السعيد في الحبس لكن الأغلبية طالح الحراكيين قالوا لا ولذلك انتخابات ربعة جويلية ما مرتش الشعب أطاح بها الأغلبية طالح الحراكيين ما خلوهاش تفوت لأن عارفين بالليل قيد صالح يتلاعب هذا القيد صالح اللي هو عاود الفرد لانتخابات في 12-12 وجاب هذوك الخمسة والناس كلها أنا واحد من هؤلاء خرجت وقلت أنا نتبون هو الرئيس أنا عارفين أنا نتبون هو الرئيس لكن من بعد بدأت الأمور تتغير قامت المخابرات بقيادة أبو عز وسيني بتخويف مدير الحملة اللي هو أصلا سافير سابق وكان مدير مدير في الخارجية ونعرف يعني وكانت تكلمت عليه في وقته واحد من المرتزق استقال المخابرات الداخلية تعبو عز وسيني سجنة الممول تبون وكانوا يقدموا لقايد صالح يقدمونه في دلائل باللي هؤلاء مفسدين إلى آخر قايد صالح قالوا مش مشكل دخلوهم قاعد للحبس تبون هؤلاء يطلع لا مش مشكل لاشتوا واحد منهم فاستدخلوا للحبس لكن تبون هو الرئيس فلا يعقل يا أبو عز وسيني أن يصدقك أي إن كان بأن من فرض تبون من إذا كان أغلبية على الشعب كانت خارجة وتقول تبون مزور وما كان اشتخابات مع العصابات يومها ما زال ما ظهرش تبون رسميا كرئيس ورافضة هذا في الحرك واللي راح والانتخابات وهو العدد 12-14% وانتو ما درتوها هذاك الوقت 30 أو 35% جزء منهم راح عساسة على الجيل لقيت صالح وانه قال لي يقول لقيت صالح لنمشو معها واللي جابها لنجيش نديروها نمشو معها فكيفاش من من كان سيفرض تبون من هل يتبون حزب هل يتبون من يشعرف عروش ماشي وراه هل يتبون شعبية كبيرة الشعب هو اللي جابه وطبون إنسان الناس عرفته لس وابنه كان في الحبس وزوجته متهمة مع البوشي وهو معروف بفساده الأخلاقي والمالي بلا حدود اينه هيك على الدروق والخمر وكل الفساد اللي في الدنيا فيه فالناس عرفته يعني من كان مع تبون من كان يناصر عصلا تبون من ما فيش واحد والأربعة هذو يجابون من ناس كانت تعرف اللي جايبين والديكور شكون جابوا جابوا بن جرينا هذا الخبارجي علي بن فليس شادين عليه ملف كبير تعال الخليفة وحتى ذكرها جايد صالح في واحدة من الخطابات وقال له ما رح نفتح ملف الخليفة باش يخوفوا اروح ديرنا الفيلم وبالك تحل فمك بزاف لأننا لدينا ملف الخليفة ومي هوبي بملفاته أيضا للأسف مرة أخرى أخلاقية ومالية وأيضا واحد رابع سكير وسافيه يعني من أتى بهم من أتى تبون جايد صالح من جاب في هذا الخمسة شاب الفاسد والأفسد وكان معروف أنه تبون هو اللي يفوت لكن بوعزة وسيني وهو يشوف باللي جايد صالح كان صحته فيها وعليها خاصة بعد أن أصيبها بصدمة دماغية في نوفمبر 2019 لما كان في وهران واتطلر أن يبقى 15 يوم في وهران عند انسيبه اللي كان شد ناحية العسكرية الثانية بداية لعب لأن بالنسبة لبوعزة وسيني يومها أن تجيب تجيب ميهوبي أفضل مليون مرة باختصار بسيط كانت الخطة أن يطلع ميهوبي رئيس إذا استطاع بوعزة وسيني أن يطلع رئيس وحينما يطلع رئيس يستطيع أن يقيل جايد صالح ويضع بوعزة وسيني قايدا للجيش هذه الخطة تتعبو عزة وسيني جايد صالح مش فقط متفطن لهذه كان بنويرة هو المخ نتعبو القايد صالح ولكن أيضا لأن ما يحبوش يبو واحد صحيح فاسد وفي كل أنواع الفساد لكن يبقى أنه عمره ستين سنة إلى آخر يحب جيب واحد قدو تبون ناهيك على العلاقات القديمة من القايد صالح وتبون في قضايا كثيرة وملفات كثيرة رأني ذكرت كثير من الأشياء ما بين نوفمبر 2019 ويومبع 2020 ذكرت أشياء كثيرة جدا على هذه الملفات فما فيش واحد يصدق ما قال أبو عز وسيني من أن أمر تمرير ميهوبي جامل عن القايد صالح لأن لو كان جامل عن القايد صالح لم يكن يقدر يوقف القايد صالح الذي أنت ساعدته صحيح وانت خذيت معه القرار وشجعته الذي سجنت توفيق ما يقدرش ما يمررش ميهوبي لو كان هو رغبته ميهوبي ولم تكن هناك أي قوة داخل النظام أو سلطة أو اعتراض داخل النظام باش يقدروا ما عاد أبو عز وسيني اللي كان استراتيجيته أن الإتيان بميهوبي يسهل أنه يصبح قائدا للجيش فمجرد أن يصبح ميهوبي رئيس يصدر قرار بحالة قايد صالح على التقاعد وهو أصلا كان مريض ويصبح هو قايد الجيش هو كان ثاني أخطر شخصية مع بنويرا في أيام القايد صالح هو أبو عز وسيني حتى نمكانوا يسهرون طول الوقت مع بعض يخرجوا طول الوقت مع بعض وأيضا يستطيع الناس أن يعودوا لتلك الفترة التعلى اللايفات ويلقوني أني تكلمت على هذه الأشياء طبعا لا يمكننا نعاود كل شيء دائم في كل اللايف إذن ليس صحيح يا أبو عزواتيني ولا أحد يصدقك والحقيقة أن القاضي اللي حكم عليك هما ظالمينك أنت ظالم ومجرم وهما ظالمينك في بعض الأحكام لأنه هو صراع على السلطة هنا ليس عادل لكن هذه كذبة كبرى ولا أحد يصدقها المهم إضافة إلى هذا زادوا له لأنه محاكمين عليه بثمانة سنين من قبل في قضايا أخرى كان عندها علاقة قال لك أنه مجرم من بين التهم اللي داروها يعني المرة اللي فاتت هذه قبل عامين لما حكموا عليه بثمانة سنين قبل ما يحكموا على ستاعة عشر سنة دايريل لوب اللي عنده عنده سلاح ورصاص بدون موافقة القيادة الجيش يعني من يوافق على أبو عزا وسين كان هو رب البلاد بعد القايد صالح والقايد صالح كان يعتمد عليه هو وبنوير اعتمادا رهيبا إذا كانت الناس لقات سلاح عند حداد وسلاح عند طحكوت وعند ولادهم وعند ولاد ولادهم وعند خاوتهم أسلحة كانت تمد السيمينوف والكلاش كان عندهم سلاح ياخي من بين الفضايح اللي دفعت للحراك هو نهار اللي خرجت ذلك التسريب اللي في حداد وسلال يتكلموا يقولوا رهي عندي كلاش رهي عندي كلاش سيارة إلى آخره كان في منتصف فبراير كانوا بشي رحي يدروا الحملة الانتخابية البوتفليق واحدة من اللي دفعت الناس أتمنى على المساعد اللي رعا ما زال عنده نعاود وننشروا هذا التسريب فديرلو تهمت أنه كان عنده سلاح مش عنده سلاح هو سلاح البلاد قاع تحت يديهم كيفا طيارات والدبابات تحت يديهم إلا كان بوعزة وسيل ما يقدرش يكون عنده سلاح شكل يكون عنده سلاح وهو قائد المخابرات تهم سخيفة لكي أردك لكي أردك شيء ومن بعد أبتزاز التسلط بالوظيفة لا تستطيع دي كونسين ميليتار إلى آخر الحاجة اللي زادوها قال لك راح عنده قضايا أخرى مع ابو نويرا راح ما زال لسلمات تركيا في 2021 وراه ما زال ما زال راح ما زال ما تحكمش فيها وتتعلق بلاوت تريزان والإسبيوناش برغم أن ابو نويرا صدر حكم ضده بالإعدام وتعرف أنه صدر معايا صدرتنا معاها وأيضا المجرم الجنير بالقصير أعطاونا مؤبد في قضية في واحدة من القضايا اللي حكموا عليها ابو نويرا اللي هي في تسريب أنه ابو نويرا بعت لي ملفات وهذه حقيقة يعني مش لا نخفيها ولا هو يخفيها لكن هذه اعتبرت جوسسة وخيانة عظماء والآن راهم دائرين أيضا لبو عز وسيني الجوسسة والخيانة العظماء ما قالوش وشن السبب لكن الاحتمال الكبير لأنه سهل هروب بنويرا سحسوه هروب بنويرا إلى تركيا وين الجوسسة هنا وين الخيانة العظماء هنا باش تعرفوا يعني كان حواج مفبركة اتهامات مفبركة وكان اتهامات حقيقية والرد اللي قام به بو عز وسيني هو رد سخيف الناس كلها تعرف أنه كان ثاني أخطر شخص هو بنويرا بنويرا كان أهم منه لأنه كان سكرتير القايد في النهاية القرار يخرج من عند القايد اللي هو في الغالب قرارات بنويرا لكن بو عز وسيني كان الجنرالات أنا هذه سمعتها من أحدهم يعني يتصرفقوا يعني رواها في مجلس ونقلت لي يتصرفقوا كابيهم تتصرفق ترتعش ترتعي كي يطلب من أي جنرال بما فيهم قادة قوات يقولوا أنا أحتاجك في المكتب روح نشربوا قهوة كانوا مرعوبين رعب واختاج خاصة بعد أن أقام بسجن توفيق وترتاق والسعيد يعني سجن ترتاق يعتبر شي مفزع يعني ترتاق كان كان شهير بفضاعته وانا سميته ملشينيون كان يقطع يدخل الشينيون في عيون اللي يعدبهم لما كان كابيتانو كوموندا فما بالك بعد ما أصبح جنرال فما بالك موش فقط دخل ترتاق وإنما دخل توفيق رب تزير كما كان يصف نفسه وينسب لنفسه ذلك الأمر فكان الجنرال بعده وقعت يدخل توفيق وترتاق وهروب نزار يرتعشون وعرفوا أن الجايد صالح فيه جبن كبير وأن الشجاع اللي درهاد العملية في الحقيقة هم اثنين أبو عزة وسيني وبونويرا وكثير من المؤشرات تؤشر أن بونويرا شجاع آه نعم أكيد أنه هو أيضا جزء من المنظومة جزء من الفساد جزء من الرشاوي أصلا بقى شنجريحة بسببه بسبب بونويرا لأنه أعطاله رشاوي وقال جايد صالح ما ندخلهش للحبس خليه نحطه قدامنا يعني نعسوه تلاعب بعقل جايد صالح جايد صالح عقله محدود يسان أمي استوى ربعين فعموما الخلاصة اللي نعود أن نرجع لها هذا كان أكبر قيادات الجيش هاكم اليوم تتهموه بكل الاتهامات بما فيها الإسبيوناج ولاو التريزان بما فيها الخيانة العظمى والتجسس وهناك عشرات الجنرالات في السجون إما بالجوسسة أو بالفساد أو بالعوت رايزان أو بالخيانة أو أي قيادة هي هذه الجيش أي قيادة جيش يكون قيادة السابقة يعني ما في السجون يعني ما في القبور واحد أو ثلاثة أو أربعة منه ورمهار بين خاصة بالقصير وشنتوف أي قيادة اليوم 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 في السجون عبد الرزاق شريف سعد باي مند نوبة الهامل لشخم تيبو ديليت وقايمة طويلة من كبار الجنرالات كانوا أرباب البلاد من وين حتى هذا وجماعة طاعة الوليين الأمر تطيعون من الذي في السجون أو الذي خارج السجون هو الذي خارج السجون يمكن أن يقول أنه في السجون هو شينغريحة كان في السجن جبار مهنة كان في السجن في 2019 2020 هو أو خارج السجن وبعز زواسيني كان من أرباب البلاد هو في السجن ودركة أو جندي وهكذا تطيعون من هاي مأساة دولة العسكرية هاي كوارث دولة العسكرية هوا عليها الشعب يخرج يقول دولة مدنية مش عسكرية الشنرالات إذا ما تدخلوا في البزنس وفي السياسة سيسجنون بعضهم بعض ويقتلون بعضهم بعض ويعتقلون بعضهم بعض ويشردون بعضهم البعض وهو حادث عندنا وإذا استمرت الأمور ستكون الأمور على الطريقة السودانية لا قدر الله نحن نمضي في الطريقة السودانية لا قدر الله الأوضاع سيئة جداً في العلاقات ما بين بنعلي بنعلي وشنغريحة وكلاهما يحمل رتبة فريق أول فريق أول أربع نجوم جنرال بأربع نجوم وكأنهم قاموا خاضوا حرب العالمية الأولى أو الثانية أو الثانية أو الثانية وكأنهم حرروا الأرض وأوما مجموعة من سكارة الخبرجية الخمور الفساد العارم الذباحين يصبحون أرباب البلاد برتبة فريق أول وانت تحس حاجة ضخمة من الصخريات اللي نقر اليوم أن في بشار يريدون إسعاف اللي عندهم المخدرات وعندهم مركز لرعاية المخدرات وقال لك لازم الأسرة تشارك يا أولدي يقولوا لللي رأهم يدخلوا في المخدرات الجزيرة مثل كوريا الشمالية رأي الحدود كلها تحت الرقابة كبار الجنرال أو جي جي اف ودرك وجنود وضباط كلها ومخابرات عسكرية ومخابرات داخل البلد تحت وبراجات في كل مكان منين جي المخدرات منين من أين لولا أن حميها حرميها لولا أن كبار الجنرالات عندهم باروناتهم وهم اللي يسمحوا وهم اللي يبعوا الطريق وهم أشياء كثيرة ورأي بنوير تحدث في هذا وفضح بعض الأشياء بعد أن أصبح سجينا عندهم نظام عسكري فاشل جدا ويزداد فشلا رديء جدا ويزداد رداءة خائن حقيقة وتكفي فتح الأجواء للفرنسيس اللي ما زالت مفتوحة لهم ولي دول أخرى الآن لطائراتهم العسكرية نظام عسكري يغرق بالبلاد يفقر يجوه يعطل وتكفي تسقط عن طار لكي تنهار مدن وتنهار قرى وتنهار وتضيع حياة الناس وسياراتهم ترجمة نانسي قنقر